السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزة طلبة وطالبات وأولياء أمور أصطفى الثاني على الإعدادي بإذن الله متابعينهم كاملين مع بعض المنهج من خلال الكتب الدراسية المختلفة كتاب جيم كتاب باي بيت كتاب المعاصر الفيديوهات موجودة على القناة بإذن الله نحن مع بعض الوقت إكسرسايز استدريبات أمف كابلاري على المفردات من كتاب باي بيت للعام الدراسي الجديد نحل مع بعض صفحة 137-138 أول سؤال معي خاص بالاختيارات اختر ذا كوركت عنصر اختر الإجابة الصحيحة السؤال رقم واحد في الاختيارات بيقولي هنا يعني طبيعي يترى إيه هو اللي هو الحدث يعني فضيع وسيء حدث بيكون فضيع وسيء يعني مثلة مثلة إيه بقى زي الزلزال إيه طبيعي عبارة عن حدث أو بيكون حدث فضيع فضيع أو سيء جدا زي إيه إيرثكويك الزلزال والرداء اللي هو تعريف المياه الطبيعية ولا ساينس العلوم ولا جاس اللي هو الغاز ولا ديزيستر الكارثة طبعا ده تعريف الكارثة الطبيعية الناترال ديزيستر الكارثة الطبيعية رقم اتنين يعني بيساعد الناس هو أربور اللي هما بيكونوا فقراء أو بيكونوا مرضى أو ما عندهمش موطن أو بلا مأوى ما عندهمش ايه بيت أو ما عندهمش سكن من اللي بيساعد الفقراء والمرضى والناس بلا مأوى ما عندهمش سكن سكول ده تعريف أو دي المؤسسة اللي بتعمل كده المؤسسة دي المدرسة ولا تشارد لي الجامعية الخيرية ولا ميوزيوم المتحف ولا ثيطر المسرح طبعا اللي بيساعد الفقراء والمرضى والناس بالمأوى وهو الجمعية أو المؤسسة الخيرية رقم ثلاثة يقول لي نقط ذا ميت اللي هو اللحم into small pieces يعني إلى قطع صغيرة before you cook it يعني يطبخ عايز يقول له ايه عايز يقول له قطع اللحم إلى small pieces لقطع صغيرة before قبل ما تطبخه boil يعني يغلي mend يعني يصلح أو يجبر كسر pump يعني يضخ أو مضخ cut يعني قطع أو يقطع طبعا هنا هيقول له قطع اللحم إلى قطع صغيرة قبل ايه يقطع قبل ما تطبخه يبقى قط ذنيت قطع اللحم رقم أربعة ذا نقط is the area عبارة عن منطقة area يعني منطقة كده أو مساحة outside outside يعني منطقة كده بتكون خارج المدينة where there are high school got farms موجود فيها مزارع and lots of nature وكتير من الطبيعة أو المناظر الايه كتير من الطبيعة أو المناظر الطبيعية ايه بقى المنطقة اللي خارج المدينة بعيدة عن المدينة وفيها مزارع ومناظر طبيعية يعني الريف ولا ده اللي هو الزلزال ولا الجبل ولا اللي هو يعني الهلال طبعا ده تعريف الايه أو ده تعريف الريف رقم خمسة بيقولي هنا يعني جدتي يعني ولدت جدتي ولدت عايزين نقول جدتي الكبرى أو الجدة الكبرى بيك يعني كبير في الحجم ولا هنا بمعنى راشد أو بالغ ولا هاي يعني عالي يعني الأكبر طبعا اسمها اللي هي الجدة الكبرى رقم ستة لو انت بتكون ايه من شخص ما يعني بتكون مصرور كده مع الشخص ده يعني بتكون مهتم بتاخد معها يعني شاعر بي الملل ولا بتكون فخور بتاخد معها أوف أوف كان هنا معنى حريص طبعا لو انت فخور بشخص بتكون مصرور بيبقى بعد كده صفحة مية ثمانية وتلاتين وستقى رقم سبعة بيقول هنا المياه اللي هي القذرة المياه المتسخة من النهر المياه اللي هي يعني يعدي تسبب لك عدوى يعني ولا يعني يستمت ولا يعني ينظف ولا يصلح أو يجبر كاسر يبقى معناها المياه اللي هي اللي هي المياه اللي بتكون قذرة من النهر كان ممكن نية تعديك أو تسبب لك عدوى رقم تمانية ذنو قطل ذا بارت أو أور بادي هنا بيخبر بمعنى يخبر أو بمعنى الأصح يعني بيد الأوامر كده للأجزاء بتاعة جسمك عشان يقول له يعمل ايه من بقى اللي بيد الأوامر لجسمنا عشان يعمل أو ينفذ كل حاجة احنا بنعملها ده ايه بقى هارت اللي هو القلب هو اللي بيعمل كده ولا المخ والأي العين ولا الصمج المعدة طبعا اللي بدي الأوامر لجسمنا نعمل أي حاجة اللي هو المخ رقم 9 أنت تستطيع فقط أن تفتح هذا الباب في حالة ايه مثل ايه ايه بقى مثلا في حالة ما يكون في حريق أو نار فقط تستطيع أن تفتح هذا الباب دي حالة ايه بقى ولا تشاردي جمعية أو مؤسسة خيرية ولا بليجر بليجر اللي هو السرور ولا الورجانيزيشن اللي هو المؤسسة أو الهيئة تمام أو التنظيم يعني أو التأسيس يبقى عندي هنا في حالة وجود حريق فقط تستطيع أن تفتح هذا الباب يبقى في حالة وجود ايه ايه حالة طوارئ أو طارئة بعد كده سورة رقم عشر هي هو كان ايه فور ذريد كريسنت كريسنت اللي هو ايه أو ذريد كريسنت اللي هو الهلال الاحمر او جمعية الهلال الاحمر يبقى هو كان ايه بقى فيها بيجر ده هو كان متسول شاردي جمعية خيرية ولا دونيشان ده كان متبرع ولا ولا كان متطوع يبقى الشخص كان ايه كان متطوع لجمعية الهلال الاحمر كان شخص متطوع رقم حداشر هذه الكرة هز نو اير انصيد ما فيهاش هواء بالداخل اي نيد اي نو اتفل يعني يملأ انا عايزة ايه عشان املها هو املأ الكرة هو او املأ مثلا لو بلون املأ هو عايزة ايه بقى بمعنى جرح او يقطع بمعنى يزرع او نبات بمعنى مضخة او يضخ بوكس بمعنى صندوق طب عايزة ايه بقى عشان املأ الكرة باللي هو عايزة عايزة مضخة رقم اتناشر نقط عادة بيكون مصنوع من الايه مصنوع من الزهب ايه بقى اللي هو عادة المصنوع من الزهب الاساس والفرش بتاع البيت من الزهب ولا المجوهرات المعلومات بتكون مصنوعة من الزهب ولا الورق او الاوراق او الملايات اوراق او ملايات العادة المصنوع من الزهب هي المجوهرات رقم ترتاشر صديقي اصيب بايه اللي هو الحادث تمام صغير زاليك هي هاد او اتزراع بقى ايه يكسر الكسر مقصور يبقى اتزراع وكده دلوقتي مقصور بسبب ايه الحادث رقم رقم بيقول can you tell me ممكن ان انت تخبرني اذا نقط of the brain brain اللي هو المخ عايز يقول ممكن بقى تقول ايه بقى وظيفة المخ هم وارك ايه الواجب المنزلي بتاع المخ ولا فانشون المهمة او الوظيفة بس لشيء مهمة او وظيفة لشيء مش للشخص ولا housework عمل المنزل ولا كارير كارير هنا اللي هي المهنة او الحياة المهنية طيب عايزين هنا وظيفة المخ يبقى can you turn me the function of the brain ممكن تقول ايه وظيفة المخ رقم خمستاشر بيقول ايه ايه الاطفال في مصر بيبدأوا المدرسة في عمر الاربع سنوات يعني صد هنا كجوان الحضانة يبقى عندي هنا ستارت يعني بيبدأوا الدراسة في عمر اربع سنوات يعني بيمشوا ولا يعني ينهي بينهم المدرسة هم عمر اربع سنوات ولا يلعب طبعا بيبدأوا المدرسة بتاعتهم في عمر ايه اربع سنوات اللي هو في الحضانة رقم ستاشر يعني هنا الطفل اللي هو صغير ايه صغير السن نقاط if his ul الضراجة بتاعته ان ورجله ان اتكسرت اعزين نقول وقم على الدراجة بتاعته ورجله ه اتكسرت عندي هنا فلد بمعنى شعرة اللي هي الماض بتاع فيل يعني يشعر فلد بمعنى ملأ الماض بتاع ي seben يعني يملأ فلد هنا بمعنى فشلة الماض بتاع فيل اللي هي يفشل او يرسل في امتحان. هنا بمعنى ايه? سقطة. الماضي بتاع فول اللي هي يسقط. تمام? يبقى احنا عايزين نقول هنا ايه? يعني سقطة من على درجته. ورجله ايه? اتكسرت. بعد كده الرقم سبعتاشر بيقول لي علا وانتو. علا راحت لي راحت لي جراح. عشان يعمل ايه? ذا قط في الجرحة اللي في ايديها. هيعمل ايه? الجراح في الجرح اللي في ايدي ايه? علا كوك هيطبخ الجرح. ولا بريك هيكسره. ولا سوق هيخيطه. ولا بلانت يزرع او نبات. طبعا معناها ايه? لعشان يخيط ذا قط الجرح اللي هو موجود في ايديها. رقم 18 بيقول لي هنا الرئتان يعني بتستنشك كده الهواء او بتاخذ الهواء. هل بقصته وبتساعدنا في ايه بقى? هنا بتساعدنا فيه بمعنى عند كلمة هنا بمعنى يطلق زي يطلق قمر صناعي مسلا. يعني يتنفس. ولا يعني ايه? من فضلك. ولا بمعنى هنا يسترخي. طبعا بتساعدنا ان احنا نتنفس. يبقى هل بقص بتساعدنا على عملية التنفس او تخلينا نتنفس. رقم 19. العكس من كلمات يعني قديم جدا. عكس قديم جدا. عايزين العكس. حديث ومعاصر او بمعنى فضيع او رهيب او مخيف. قديم خطير. العكس من قديم ممكن يقول هنا مودرن حديث او نيوه برضو لو جديد. رقم 20. انا كنت مسرور من من نتيجة الايه? من نتيجة الامتحان اللي هي بتكون جيدة. نتيجتي في الامتحان كانت جيدة فانا كنت مسرور بيها مصرور من من نتيجة الامتحان بتاعي لنتيجة الجيدة.